أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها يطيب الحديث بذكرها رضي الله تعالى عنها فهي التي ساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربه سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي هي التي طمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها لكي تطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانته بمالها ولم تدخل وسعا في طمأنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانت لذلك لما ماتت رضي الله تعالى عنها ولحقت بالرفيق الأعلى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وماتت في نفس التوقيت الذي مات فيه عمه أبو طالب لذلك فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام عمه أبو طالب وفقد كذلك زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي في حياته خديجة أبدا ولكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة وكانت تأتيه بعض النساء صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهش لهن ويكرمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنها كانت تأتينا في زمن خديجة خديجة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم صويحباتها ويقول إنهن صويحبات خديجة خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما رزق الولد إلا منها رضي الله تعالى عنها خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رزقه الله سبحانه وتعالى الولد منها حتى جاءت مارية بعد ذلك القبطية ورزقه الله سبحانه وتعالى منها إبراهيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حبا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم بقي وفيا لخديجة وفاء شديد والنبي صلى الله عليه وسلم من شيمته الوفاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت خديجة وبعد أن مات عمه أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل علّه صلى الله عليه وسلم يجد من يؤويه حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى فأوذي في ذلك إيذاء شديد وقابله أهل القبائل مقابلة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك ازداد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت رحلة الإسراء والمعراج بعد ذلك فأسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء حتى يرى من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى فرضي الله سبحانه وتعالى عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة